بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنبدأ مع بعض مادة وحدة من اهم المواد في في ليبل وان هو ليبل وان اصلا بيبقى اي مع المادة دي تماما يعني المادة داية زي ما ده ما هدوكو كده على على الاسكرين اسكرين واضح هدوه ولا يا شباب المادة داية هي تتكون من اتناشا تمام اتناشا آآ بتمثل في الامتحان من احداشر الاربعتاشر في المية يعني بتاعها في تلات مواد بيمثله في الامتحان من احداشر الاربعتاشر في المية هي والفكس والاكوتي ودول هناخده مع بعض ان شاء الله الفترة اللي جاء لحد وما دعم بإذن الله هنخلص تقيبا كل الافكس وهنخلص كل هنخلص حوالي مسلا خمسة سبعين في المية زي ما كنت بتكلم مع حضواتكم من شوية آآ فتلات مواد الجايين دول ان شاء الله نركز مع بعض فيهم ونحل اول باول ولو في حاجة مش مش فاهمينها عو طول نتواصلوا معي وان شاء الله الموضوع يبقى سهل بإذن الله لو خلصنا تلات مواد والمع الكوبت مع الكوبت اللي خلصناها والكوانت احنا كده خلصنا من اللي فوق الستين او خمسة وستين في المية من المنهج او من الامتحان بالكامل بقى المواد اللي جاية كلها تبقى مواد ان شاء الله تبقى سهلة ان شاء الله يعني بس لو عدينا ان شاء الله من الابعة مواد اللي اللي اخدناهم ان شاء الله بنسبك بها جدا جدا يعني هنعدي من level one بسهولة بإذن الله ممكن كامل اول مرة ان شاء الله يعني طيب المادة تعتمد تتكون من ايه؟ تتكون من اتناشا ريدنك تمام؟ اول حاجة هنتكلم فيها تحليل القوائم المالية تمام؟ احنا هنا مش نشتغل شغل احنا نشتغل شغل يعني مش يقول لك انت زي بتعمل القوائم المالية لا انت زي بتحلل القوائم المالية دي طيب هنت办 اول حاجة زي ما يقولنا زي بنحلل القوائم المالية باله؟ ايه الهدف ما ينتحيل ايه؟ ايه؟ ايه الفرق من financial reporting والfinancial analysis اساسا طيب هنتكلم على income statement وزي بنحللها والbalance sheet وال cash flow هنتكلم عليه هنتكلم تحليل ال inventory ده مهم جدا جدا يعني وسهل جدا برضه ان شاء الله تحليل long term assets وهناخد حبة موضية وبعض الموضية في وبعدين هناخد وناخد فدول بقى سهلين جدا يعني ان شاء الله نكون ناخدهم في محضرة أو محضرة نص يعني فانانشا الروبوتينج كوالتي زي بقى فيه كوالتي اصلا في الروبوتينج والفانانشا نالس تكنيكس ايه التكنيكس ويه ويشيوز بقى اللي انا اشتغل عليها وزي ده ان انا نحلل ايه ويشيوز ان انا مفهود اركز عليها عشان اقدر ان انا نحلل القوائم المالية واقون الشركات ببعضها والحاجة الاخيوة ده جديد للسنازل عندنا هنتكلم على المودلينج زي نعمل اصلا الفانانشا المودلينج انا بعدنا اصلا بحلل يعني هي اصلا فكرة الاخاونتينج ايه انا بعمل ببدأ بعمل لحد ما اوصل القوائم المالية ده اللي احنا خدناه كلنا في الجامعة حلو عملت القوائم المالية فعملت وده احنا كلنا تكلمنا فيه في المحضرة الامانية خالص اللي اخدناه في اول خالص ازاي اصلا بنعمل القوائم المالية من اول اللي انتوه لحد ما خلصنا كل القوائم اللي خدناهم مع بعض طيب عملت القوائم بعد كده بنفروض ان انا بحللها طيب بعد ما حدلت القوائم المالية وبدأ عملت وشيز وعملت الاناليس التعتي او ده اعمل مودلينج مودلينج يعني نعمل فوكاستنج بقى اعمل مودل اعمل نموزج عشان اذا اتتوقع الفترة اللي جاي كمان فيها ايه طيب طيب انا طلب منكم ان شاء الله يا شباب ان احنا في الفترة اللي جاي دي زي ما نقول لكم الحد وانظام بإذن الله نحضر نحضر اوه باول او نشوف الفيديو اوه باول يعني المواعد مش منازبة في الحضو او عنده زوف او كده لازم نشوف الفيديو قبل المحضرة اللي بعدها تاني حاجة حضوط معي او حضوط او شفت الفيديو تمام ابدأ اقوى تاني من اختار صوص واحد بس اقوى من احنا من وشتح لك طبعا سهل وبسيط احسن كمان من الكوريكلام الكوريكلام بيبقى يعني الكتاب ضخم جدا جدا طبعا لو في وقت لكن اللي اسهل هو نقوى الريدينج من شويزر خلاص قوينا من شويزر افتح الكوريكلام بقى احل الجري بوكس ايه الجري بوكس دي الكوريكلام هو بيشرح تمام بيحط كده بعد كل موديول او بعد كل بيحط اسئلة او او يعني اسئلة على على ال في بوكس كده لونه الجري حلها هي اصلا محلولة يعني طيب حلتها ابدأ حل الاسئلة اللي افضحه الريدينج نفسه اللي في الكوريكلام حلتها حل واخيرا حل لو عملت كده مع كل اضمن لك بإذن الله ان شاء الله يعني المادة دي بقى مادة سهلة جدا بالنسباتك زي ما كنتم نتكلم من شوية فكت ان انا ايما منلي على ان انا ازاي اقدر احل احل بشكل سريع بس تمام يا شباب تمام طيب احنا حاليا اول 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 ريدينج معنا ريدينج ان شاء الله سهل جدا يعني وبسيط هو ازاي ان انا اقدر احل القوائم التحليل القوائم الملائية تمام عندنا فيه خمس خمس موضوع هناخدهم فيها اول حاجة الموضوع الاول ايه اصلا بتاعنا طيب وايه ايه ايه او او الحاجات اللي بيكون اصلا المعه القوائم الملائية بس القوائم الملائية لانا ببصت عليها لانا ببصت على حاجات تانية فيه ادوحات المطميمة فيه كل ده هنقوله بالتفصيل تمام طيب وهنتكلم على اهمية الوبورتنج سيستم اصلا تمام واهمية الموطنج دوفير منتفينانشل الوبورتنج ستاندر وهنتكلم كمعين على الاناليست بيبصوا عليها عشان يحجل له القوائم الملائية تمام بسم الله ورحمة الوحيد احنا عندنا حاجتين اول حاجة اسمها اول حاجة اسمها فيه فينانشل ويبورتنج وفيه حاجة اسمها الفينانشل اناليس ايش انا خطي مش احسن حاجة فايه ده كده كده كل ده مبتوف في النوتس اللي هبعطها الكنترولة بعد الان محضرة بإذن الله طيب ايه الفينانشل الوبورتنج ده دي الوي اول طول الطول تمام طول بوفايد ان انا اقدر ان انا اخد معلومات عن الشركة اباوت الكامل زي ايه الفينانشل زي ايه زي زي قائمة الدخل بتاعتي الشركة دي باعت بكم وهاعمل ويبنيت انكم بتاعها كام زي البالانس شيت ده اللي هو ايه سكوينشوت لقطة لقطة باخدها للشركة في نهاية السنة او في اي وقت يعني عمطة ممكن نعمله لكن من لي ببنهاية السنة لقطة كده برضو الشركة دي فيها كاش اديه فيها 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 زي ايه تاني زي الكاش فلو طيب كاش فلو هل اصلا حتى ما احنا احنا عفين احنا شغالين في الاكاونتينج عندنا في في حاجة اسمها الكاش وحاجة اسمها الاكوال بيزيس ده النقدي وده مبدأ الاستحقاق طيب ايه المبدأ النقدي مبدأ النقدي ده ان انا بعت بضاعة وابدأ اسجلها لما ايه اخد الفلوس بتاعت اخدت الكاش بتاعت وابدأ اسجل الاكسفينس بتاعتي لما ادفعها طب هل احنا احنا اصلا شغالين كه لا طبعا احنا شغالين بمبدأ اسم مبدأ الاستحقاق يعني مبدأ الاستحقاق يعني ممكن ابيع بضاعة بالآجل وممكن ادفع وممكن اجيب سبلايوس بالآجل ممكن اتعامل معصر الله يستعتي بالآجل صح طيب معناها ايه معناها مبدأ الاستحقاق لانا ابدأ اسجل وسجل الاكسفينس بتاعتي تمام لما يستحقه لما يستحقه مش لما ادفعهم او مش لما تحصل عليه والكلام ده كله برضوش او احنا بالتفصيل في اول محاضرة بس بعيد عليه بشكل سويا يعني طيب مين هو اصلا مين الاشخاص او مين اللي بيتبصوا على الفينانشو اللي بويتين بتاعتين ممكن ناس داخلية ممكن ناس خارجية ممكن الانبستورز عشان عايزين يستسمونه في الشركة بتاعتين فيبدأ يبصوا يبدأ يبصوا على القوى المالية بتاعتين ممكن الناس اللي بيسلفون يعايزين يشوفها يسلفون ومش يسلفون فيه يشوف القوى المالية بتاعت ممكن الاضاوة ممكن العاملين اي حد ممكن يبصوا في القوى المالية بتاعت تمام طيب يبقى ايه ده الطول اللي بتوبوبايد انفورميشن على عن الشركة اوكي طيب طيب ايه هو الاناليس بقى ان انا بقدر زي الكلمة مهمة جدا اللي انا طلعتها من شوية تمام اوكي مع حبة مع حبة معلومات تانية او ناخدها بالتفصيل تمام عشان ياخد عشان ياخد على الشركة بتاعت دي طيب مين هو اصل اللي ممكن ياخد على الشركة بتاعته حد عايز يبيع اسهم عندي بتاعته في الشركة بتاعته فيبدأ يشوف هي من الانالسز من تحليل القوامل شوف مثلا الشركة دي متوقعة لا تكسب او تخصى وهي فين اصل بالنسبة للمنافسين بتوعي حد عايز يشتري اسهم حد عايز ياخد يسلفني او حد عايز يديني بضع بالآجل يعني حاجات كتاب جدا بقدر قلناها بالتفصيل في المحاضرة الأولانية تمام فيه اي مشكلة شباب بس يعني بس يعني سالعبد يعني جاستك ان مرحلة طيب انا عرفت الفرق بين الفرق بين الفينانشل البووتينج وال الفينانشل طيب انا عاش نعمل تحليل للكائم المالية بتاعتي تمام بعمله ازاي لازم اعادلي على ست خطوات طيب انا دايما بقول المسال كده لطيف جدا التحليل دوت قائم مالية اكني انا واحد تعبان وعايز يعمل تحليل ينفع يوحي يمع اعمل يقوله انا عايز اعمل تحليل كده لأ لازم يطعف يكون هو بيشتك من ايه فيوحي الدكتور يبطل يقوله يعمل التحليل حد مثلا عنده صداع حد عنده بطن وجعاه فيبدأ يوحي يعمل تحليل معين عشان يشوف ايه السبب بتاع الوجع اللي عنده دوت فاول خطوة انا انا كشخص الوقت ننسى خاص المحاسبة وننسى التحليل انا كشخص عايز اعمل عايز اعمل تحليل لازم احط اشوف ايه الهدف هعمل مسلا انا عندي مشاكل في الدم فهعمل سوء الدم كاملة وهكذا تمام اول خطوة لازم شوف ايه الهدف من التحليل طيب بوحي المعمل معمل التحليل بقول له اسمحت انا عايز اعمل تحليل عشان بشتكي من كذا 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 فعايز اعمل تحليل كذا فده كده اول خطوة بيبدأ يعمل ايه ابدأ يخشكه مع المموض ياخد مني العينة فبيكليكت هو الداتا بتعطوة في المعمل اللي هو ايه مسلا هياخد مني عينة دم فهياخد مني العينة تمام طيب ثالث حاجة خلاص عيفت الهدف ايه من التحليل والحاجة الثانية خد مني الداتا بيبدأ يعمل لها ايه يحطها بقى على الجهاز بتاعه يحط عليها المواد الكيميائية بتاعته عشان يبدأ يحطها على الاجهزة ويشوف التحليل دوت في ايه فبيعمل بوزيس للداتا ديت تمام يبدأ يعمل ايه يعمل لها يحطها في الاجهزة اللي عنده ويبدأ يحط عليها المواد الكيميائية بتاعته زي ما قلنا عشان يشوف التحليل ده في ايه طيب عمل كده بيبدأ يعمل ايه خلاص يطلع نتائج طيب يبدأ يحلل يحلل النتائج بتاعت العينة بتاعته يقول العينة دي والله انت عندك مشكلة فيه كذا وكذا 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 تمام خمس حاجة يبدأ يعمل ايه التقوير يطلع تقوير بتاعه يقول لك انت يخده يا عم انت عملت تحليل عندي التحليل بتاعك فيه واحد اتنين تراتة أوبع يديني الواقع اللي فيها التحليل سادس حاجة عملت تحليل بتاعي لازم اعمل لازم بعد ما وحد الدكتور وياخد الادواء بتاعتي يقول لي بعد مسلا شهر او شهرين تاني اعمل تمام ده اللي احنا كلنا لما حد فينا بيتعب لقدة والله بيكوح للدكتور بيعمل تحليل بيعدى على ست مواحد دي بتاعين نطبق الكلام دوت على التحليل زي ما قلنا هنا احنا هنا مديول ايه بنتكلم على ايه بتاعي الاناليس بتاعتي طيب فاناليس ده احنا قلنا هي ايه هي ايه هو بتاعي بتاعتي هو ان انا اقدر ان انا ايوز الفينانشل ريبورتس بيبير دوباري الفيرم اللي هي متعاملت الفيرم مع عملتها اللي هم ايه زي الانكم سيتم انت قلناهم وال بالانس شيت والكاشفلو مثلا تمام مع بعض مع حبة رصوص تانية هنقولهم بالتفصيل دلوقتي حبة معلومات اخرى تمام هاخدهم هناخدهم دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله عشان اعقد اخد قوار بالنسبة للشركة بتاعت دي سواء بقى ان انا مثلا مثلا هانفست في الشركة دي او هخرج منها او هسلف الشركة دي فلوس او ايا ان كانت حالات اللي قلناها الهدف من القوار المالي اللي قلناهم من شوية طيب طيب انا عشان اعمل زي ما قلنا التحليل القوار المالي لازم اعدي على ست خطوات انا اعمل تحليل عادي في معامل عادي اول حاجة بشوف ايه الهدف اصلا من التحليل بتاعي يعني ايه الهدف من التحليل دوت انا عايز اعمل تحليل فاشوف ايه الهدف من التحليل هلأ مثلا الهدف بتاعه ان انا عايز اتشترك المالي بتاعتي في الشركة دي مسلا فابدأ اشوف نسبة الوباحية بتاعت الاسهم بهعمل تحليل الوباحية مثلا او ان انا مثلا Now that i will use مثلا انا الشركة عايز تاخد فلوس فأتوحل مثلا للبنك فالبنك ياخد قوار مرتاعتي ياخد قوار المالية كلها ويعمل لها تحليل تتحمل الدين اللي هتخذها ولا وهكذا عشان أقدر أن أنا أعرف الهدف بتاعي تمام لازم أعرف أصلا مين الـ audience اللي هيخد مين الـ audience اللي هيشوف التحليل بتاع ده يعني من خلاص أنا عمال التحليل هتدي المين الـ audience اللي هيشوف التحليل بتاعي تاني حاجة اشوف الشكل اللي هو تعمل إزاي أنا عمل التحليل ده مطلوب مني عمله في وقت قد إيه والـ budget المفروض الشركة تدفعها لي عشان عمل التحليل ده ده كلها بيفق في التحليل بأول حاجة لازم أعرف إيه الهدف من التحليل ولازم أعدي على اللي هو بحاجات دول طيب تاني حاجة زي ما قلنا واحد عرفت أنا بشتك من إيه يبقى عايزة أعمل collect data تاني حاجة collect data طيب إزاي ب collect data باخدوا الكوائم المالية دي كلها اللي احنا قلناه يبقى أول حاجة financial statement ممكن عميلي تاني ممكن شوف أوه عمل site visits أوه حشوف المصنع نفسه أوه حشوف الشركة داية نفسه طيب طيب لا ممكن أعمل discussions أعمل محادثات مع stakeholders أو مع يعني مين stakeholders مثلا أي حد لي ما نفعه مع الشركة زي مثلا الموظفين أو suppliers أو أقدر أتكلم معهم عن الشركة على الشركة معهم الشركة مثلا ملتزمة بمعاعدها ولا وهكذا أبدأ أجمع يعني الهدف منها كل جديدة أني أنا أجمع معلومات بأي طريقة أقدر أجمع معلومات عن الشركة أول حاجة عن الفيرم التاعتي أو الشركة أنا أعمل لها وتاني حاجة عن الإيكوني مؤسرا أني أنا في يعني أنا محلل مثلا شركة داوية مثلا موجودة في مصر غير المحللها موجودة في السعودية اللي إكوني نفسها مختلف أو الاندستي نفسها هنا مختلف تمام طيب تاني حاجة أول حاجة قلناها أن أنا بعمل إيه بعرف إيه الهدف بتاعي تاني حاجة بكلكت الداتا طيب عملت للداتا بتاعتي إيه اللي بيحصل الخطة التالتة بعمل بروسس اللي ده ديت طيب يعني إيه بعمل بروسس لداتا ديت أنا خدت القائم المالية دي طيب مش هاي المعيير معيير المحاسبة مختلفة شوية يعني فيه اختلافات بين والجاب وهناخدها برضو مع بعض إن شاء الله طول المنهة بتاعنا فلازم أعمل حاجة اسمها أعدلهم عشان أرض أقارين حاجتين ببعض لازم يكونوا نفس المية نفس المعيار تمام فأبدأ أعد أعمل للفنانش بتاعتنا وهناخد أمثال وإحنا شغالين مع بعض إن شاء الله تمام زي مثلا تعمل الجاب لازم مع الاثنين المختلفين تحبيت حاجات معينة فلازم أوحد المعيار واشنه تعمل المكونة بين الشركتين تمام طيب طيب أعملت أبدأ أعمل بقى وعمل وعمل أعمل تاعتكو كلها إن شاء الله تمام طيب حلو يبقى الأول بوت بتاعي من 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 الخطوة الثالثة هي إيه إيه الأول بوت بتاعتي هي عملت الواجل اللي حد خد العيانات الدم وحطها على الجهاز بتاعه خرج من الجهاز دوت بيخرج منه حبة أو حبة توقعات ده بيكون ايه ده بيكون الأول بوت بتاعة البروسيس داتا بيكون خطوة رابعة بعد ما عملت البروسيس للداتا خطوة رابعة بعمل البروسيس للبروسيس داتا بحللها خلاص كده أنا جبت طلعت لأن مثلا بتاعتي كذا وكذا 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 أبدأ أعمل تحليل لها وبأي التحليل دوت بعمل تقييم للشركة بتاعتي تمام طيب عملت الكلام دوت ده إيه اللي بيحصل فيه الأوبو بتاعه إيه مثلا بيقولك إيه خلاص أنا بعد ما عملت كل الحاجات دي كلها أنا أو أنا بنصح الشركة بنصح المساهمين هم يشتووا أو يبيعوا أو يخلي الأسهم اللي معهم دلوقتي تمام بيصد على اللي أنا قلت كله خمس حاجة بعمل إيه بدي كومينيكيشن أو كونكولوجين أو بدي كومينيشن يعني إيه يعني خلاص أنا خلاص بدي بقول بعمل بعمل وبدأ أوزعه بقى للناس اللي كان طالبا مني التحليل تمام فبعمل إيه بعمل ببدأ أطلع تقوير بتاعي وأبعطه للكلاينتز اللي طالبين مني أصلا للتحليل طيب خلصت التحليل بتاعي آه خلص خلاص بس في خطوة أخيرة لازم أعمل ويعمل لازم بعد فترة معينة تاني أعمل عادة تقييم تاني للتحليل ده وبعمل أنا أصلا بتعمل توقعات معينة بعملها برجع لأهل هي لسه زي ما هي ولا في حاجة اضغيارت مثلا في أو في أو في اداء الشركة نفسها أو في أي إيمبوت من إيمبوت اللي داخلت معايا أصلا في التحليل بتاعي فبالتالي أنا محتاج أعمل أبديت للوكمنديشن اللي أنا تلتقى أصلا للعمل بتاعي تمام دول الست خطوات اللي لازم أعد عليهم وإحنا شغالين على واضح شباب تمام احنا كده خلصنا أول في المديول بتاعنا ثاني حاجة بنتكلم فيها هي تمام احنا قلنا من شوية إن هو الطريقة اللي أنا بقدر أشوف بيها أنا طبعا هبعطلكو ده بعد المحضر بإذن الله الطريقة اللي بقدر أشوف بيها بتاع الشركة بتاعتي تدمين أصلا اللي بيشوف ها زي ما قلنا مستثمرين موالين عندي أو مستثمرين بوتينش هيخشوا معايا لازم يشوفوا القوائم مالية بتاعتي الناس اللي بيسلفوني تمام زي مين زي البنوك أو شركات التأجيري التمويلي مثلا أو حتى المواردين والموارد ممكن يسلفني أو ممكن يديني بضعه وما ياخدش حقه فهذا كده طبعا بيسلفني بضعه مش بيسلفهم بضعه يعني بدأ خط بضعه بالآكل فممكن يشوف عايز يشوف أن أنا البضعه دي أقدر دفعه خط ضع احاف فيبدأ يشوف وحاجات كتير مين تاني يكون مهتم يشوف القوار المالية بتاعت حكومة طبعا ليه عشان ضعب دول يعني الناس اللي ممكن يكون مهتم إن هم يشوف القوار المالية بتاعت ايه الهدف أصلا من الأ�이 Ain وعظ أ Ri شركة بتاعتي زي اللي بيبين أدائي الشركة أنا أكسبت ولا خسرت لو بتوصل معها للنيت إنكم كاشف فلو ستتمنت اللي هو بيقول سيولة اللي موجودة يبقى أول حاجة أما بتكلم فنانشور الليبورتينج عشان حاجته عشان نشوف البرفورمانس وعشان نشوف البوزيشن ايه البوزيشن اللي قلنا من شوية بالانس شيت يعني ايه البوزيشن الوضع بتاع الشركة بتاع فين اللي سكوين شوت اللي ممكن ناخدها للوقتي وأنا واقف للشركة بتاعتي من بره كده أبص لكنه واقف على الشركة من بره باخد لقطة للشركة أشوف الشركة دي فيها فيها لبيلت يقدير فيها تمام والحاجة الثالثة اللي بابص عليها بوده أو اللي بتطلعها هي التغير يعني ده بتغير كل شوية اللقطة دي يعني لو خطها بوقو غير اللقطة لو خطها النهاردة فده بيبان فين في طيب طيب الانالسيز هي تاني هي ايه إزاي أنا بقى 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 مع يعني مع حبة أخرى حبة أخرى التانية عشان ناخد قوارب بالنسبة للشركة بتاعتي أوكي طيب ده كده اللي يقول له التاني طيب هنا هنتكلم على الوجات ويفيلي احنا عندنا مين اللي بحط معيب طاعة المحاسبة ومين اللي بيواجه عليها ومين اللي بيواجه عليها وبيواجه علينا الشركات عندنا فنجا اسمها ستاندود ستينج بلز وعندنا حاجات حكومية دي حاجات غير حكومية وعندنا حاجات حكومية زي ويكولاتوي وثوتي هيات حكومية تمام طيب ده بوايفت حاجات بوايفت وحاجات بوفيشنة بيحطوا معايب عشان العالم كله بيمشي عليها زي مين عندنا قشهة واثنين حاجة اسمها اياسب وحاجة اسمها الفازب طيب الفازب دي اختصار لإيه اختصار لحاجة اسمها اكاونتنج ستاندود بوت تمام دي موجودة فين دي موجودة في اميق اوكي دي عامة ايه عامة اشه معايو حاجة اسمها الجاب لو نسمع عنها كلنا طيب الجاب دي اللي هي اسمها generally accepted accounting principal اوكي طيب تانية حاجة اسمها الايازب international accounting standard board تمام طيب دي يعني دي شغالة فين دي شغالة في امريكا الفازب دي المؤسسة دي الموجودة في امريكا وهي عملت لنا معايول اسمها الجاب دي الايازب بقى العالم وشغال فين بيعمل حاجة اسمها الاي اف او اس طبعا كلنا اسمنا اي اف او اس الانترناشنال financial reporting stand تمام دول مش مش بيينفوسوا حاجة هم بيحطوا حط دول دول standard setting bodies دول او المؤسسات دي اللي هم اصلا هي اصلا حاجة private private يعني established by firm مؤسسة وحاجة مؤسسة professional تمام او مؤسسات professional بتحط المعايير بتاعة المحاسبة اللي العالم كله بيمشي عليه احنا في مصر موجود في الهيئة بتعمل بتواب او المعايير شغالة مين لي على في سعودية نفس الكلام في امريكا شغالين بالجاب وهكذا مين اللي بيحط الحاجات دي هي دي طيب ده ماشي اللي ليهم ليجل لما يعني يقصروا ان الشركات مع المعايير اللي موجودة هنا تمام زي ايه مين اشهر واتنين حاجة اسمها دي موجودة في امريكا ماشي وحاجة اسمها اف اس اي دي موجودة في او كي تمام اوكي دعنا نبص عليها نشوفهم موجودة ازاي طيب زي ما قلنا هنا عندنا اول حاجة عندنا هي حاجات وحاجات بتساعد بتعمل الريبوتينج ستاندرد تمام اهم اتنين ساموا انه اللي هي الفازب اللي موجودة في امريكا اللي عملت الجاب والايازب اللي موجودة في بالعالم اللي عملت اي اف او اس تمام خيب البدس ديت او المؤسسات ديت سيمبلي بكل بساطة هما بيحطوا الستاندرد لكن مش بيضوروا ينفوس المؤسسات او ما عندهمشو الكدوة او الكدوة ان هما او ما عندهمش يعني الاثورتي ان هما ينفوسوا الناس اللي هاتشتغل باللستاندرد دي لكن العالم كله لازم يشتغل باللستاندرد لانك لو ما اشتغلتش باللستاندرد ديتهم اصلا الكوائم اللي تحتك مش تكون مقبولة بنسبة للناس كلها طيب الحاجة التانية حاجة اسمها الريجوالتي 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 اللي هما مين زي بمونا جوفرمنت تمام زي تهايب الريجوالتي هما اللي بيضاوي ينفوسوا ماشي ان الناس لا تشتغل بالفينانشل البروتينج اهم اتنين زي ما قلنا السك اللي موجود في ميجا والف اس اي اللي موجودة في يوكي السك دي اللي هي اسمها والف اس اي اسمها تمام جميل طيب عندي حاجة اسمها اياسكو طيب اياسكو نعم تفضل الريجوليشن اللي هي مثل الهيئة المشرعة في الدولة يعني مثلا نفس في سعودية حدنا السكبة يعني بالضبط بالضبط كده واحنا عندنا في مصر هيئة الوقاب المالي بالضبط هي اللي يتحدد وش المعايير اللي راح تمشي عليها الدولة مثلا في السعودية السكبة حددوا بالظبط كده بالظبط تمام وهم دول حاسمها الريجوالتي ومصر المعايير بتاخده منين منلي بتكون متاخده من او الجاب اوكي اللي بيحطتهم حاجة اسمع هم مش بيضا ينفوز وبس اللي بيضا ينفوز هو أوكي أوكي طيب بالضبط نفس السكبة بالسعودية طيب عندي حاجة اسمها اياسكو طيب خليني اياسكو دي المنظمة الدولية للأسواء المالية دي اللي بتحاول تحط معايير موحدة أو تعمل توحيد يعني عايز تحط معايير موحدة تحط معايير موحدة الجول بتاع انه هي عندها حبة وعندها حبة زي اول اول هدف بتاعها ان هي عايز تحمي المستثمرين انه خلي المستثمرين واضحين ان داتا الموضوع قدامهم دي داتا سليمة فيها يعني عادلة معروضة بشكل عادل وبشكل وبشكل يعني بشكل واضح وشرفية ما فيش واضح وشرفية ما فيش اي تلاعب تمام الانها تقلل سيستماتيك سيستماتيك هعندينه نعم من الريسك الموجود في في حاجة اسمها وحاجة اسمها انسيستماتيك سيستماتيك داي اللي هي المعايير بتاع السوق اللي موجودة كده أو المخاطر اللي موجودة في السوق كده اللي في مخاطر في اي سوق منخش فيه في مخاطر والانسيستماتيك دي احنا بضو احنا اخدهم بالتفصيل اللي احنا شغالين مع بعض فهدف بتاعها ان هي تقلل هي مستحيل كده كده في اي سوق سواء هنا في امريكا في مصر في السعودية في اي مكان في العالم فيه ريسك ان انا اخش اشتغل في السوق ده فالهدف منها ان هي تقلل تقلل مش تقلم السيستماتيك ريسك طيب وحبت حطت حبت ان هي اللي لازم تبقى فل وآكوت وطايم يعني ايه الكلام ده يعني انا دلوقتي اللي ما اجعل مثلا الكوائي المالية بتاعتي تبقى معبرة معبرة عن السنة اللي فيها كاملة وصحيحة ومعبرة بشكل صحيح عن السنة اللي انا اشغال فيها تمام وبرضو هناخدها بالتفصيل في الكلام ده كله طيب واني يبقى فيها شغال بيها طيب طيب ده مش موجود في الامتحان لكن برضو يعني للمعلومات العامة وموجودة في الكتب يعني في حبة فومس كده فومسيك دي موجودة في اميكا بتخلي الشركات تعملها او تملاها حاجة اسمها طبعا بتشوفها في الارباو كلنا لو بنتابع ارباوك تضيئة حاجة اسمها فوم اس وان تبقى نصلا اسم ارباوك شركات معينة انها تملا الفوم اس وان ايه الفوم اس وان دي لانه قبل ما انا ابدأ اخش في البوصة فلازم اعملها الفوم بتاعتي بتاعتي البوصة دي اسمها اس وان او مثلا هبدأ ان انا ابيع سكيورتات جديدة هبدأ انزل الشركة بتاعتي احط فيها اس وان بتاعتي بتبقى في البوصة فلازم اعملها اس وان حاجة اسمها التين كي اوكي طيب حاجة كي تزديزي القوة المالية تعمل بشكل سنوي تمام فيها كل الانفورميشن عن البزنس بتاعتي والفينانشل الفينانشل ستمنت تاعتي الاودت الاودت شافها تمام والديسكولوجر واي اعادت على الشرك تمام طيب حاجة اسمها تين كي ايه تين كي ده ده بتخلي ان انا هعمل مشانا هنا هبقى اعمل الانوال فيلنج القوة المالية بتاعتي انا بعمل بقى ببدأ اعمل اعمل بشكل اوبع سنوي تمام حاجة اسمها الدف ايه دي حاجة اسمها البروكسستيتمنت ايه البروكسستيتمنت دي مش احنا اي شركة مساهمة ليها جمعية عمومية الناس حاملة الأسهم اليوم حققت تسويط في الجمعيات العمومية اللي بتحدد مثلا ماجلس cose كل سنة يتضعطى القطة على التوزيع الأسهم التوزيع الابعحة ولا اه فقعدوا اسمها البروكسستيتمنت تمام ان هي بتعمل البروكسستيتمنت للشركات للشيف처� ده زياني تمام قبل بويتو annual meeting بتاعهم تمام عشان أعمل voting أعمل تصويت في الجمعية العامية بتاعلي تمام دي اسمها 14A حاجة اسمها 8K دي الشركات المجبورة تعملها لو هي هتعمل asset acquisition أو disposal يعني هت acquire assets جديدة أو هتستغنى عن assets عندها كبيرة تمام حاجة اسمها form 144 أوكي ديت بتقول يعني لو أنا لو أنا هبيع 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 اسهم معينة لقوالفايد بايوز معينين يعني ناس معينة يحصل الـ acquisition على الشركة دي من بايوز معينين فلازم أملع في السيك الفوم 144 طبعا الكلام ده مش أقول في الانتحان لكن أربعه معينة ممكن نشوفها في الميديا كلنا في الشركة كذا مالة فوم كذا بس لمعلومتنا مش أكتر يعني فوم سوي يعني لو أنا الشركة بتاعتي بتدي أسهم للمديرين اللي عندي في الشركة هتديهم أسهم أو المديرين اللي عندي هيبيعوا الأسهم فدي ممكن يبقى فيه يعني مثلا الشركة يعني الناس اللي شغالين في الشركة أو المديرين في الشركة أو بدقوا يبيعوا الأسهم بتاعتهم في الشركة فدي مؤشر إن الشركة دي فيها مشكلة للوقت إن الناس أصلا أصحابها أو المديرين اللي فيها بيبيعوا الأسهم من موجودة فعشان كده لازم أمدى الفوم دي حاجات دي عشان الناس كلها تبقى شايفة إن في حاجة في الشركة دي أو العكس المديرين بدقوا يشتروا أسهم في الشركة الشركة تملى الفوم سوي فو أن فايف أوكي طيب عملنا القوائل المالية وعرفنا الهدف من التحليل بعد القوائل المالية أنا عندي حاجة اسمها فوت نوت الإضاحات المتممة الإضاحات المتممة دي بكل بساطة بعد القوائل المالية بتاعتي بتبقى الدات اللي موجودة فيها حاجة أصلا يعني مثلا يقولك إيه أنا عملت بمئة مليون بس ده موجود في الإنكم التفاصيل المئة مليون دي موجودة فيين في الفوت نوتس في الإضاحات المتممة فدي بروفايد بروفايد معلمات أكثر على تمام طيب بتديني أوقع أوضح للشركة يعني الأرقام نفسها أرقام عمياء لازم لازم يكون لها إضاحات تفاهمني يكون فيها كمان الفوت نوتس ويكون فيها السياسات المحاسبية للشركة الشركة اتخذتها أو الشركة عملتها يعني مثلا لازم يبان فيها أنا مثلا بعت بمئة مليون سنة دي ماشي وستنى اللي بعديها بعت بمئة مليون فهلي حاجة كويسة حاجة وحشة ما أدعوش من واقع بس أدعو شوف مثلا الكلام ده لإني مثلا ممكن يكون الميت منوت تانية دي كلها بالآجل فلازم الفوت نوتس بتاعتي إضاحات المتممة بتديني تفاصيل زيادة عن الانفوميشن طب بعملت بشنا على كم سنة لازم كل الكلام ده يكون في القرام الملاي أنا شغال بال ولا شغال بالجاب ولا شغال بإيه بالضبط كل الكلام ده بيكون موجود في الفوت نوتس تمام وبتديني وفي يعني إيه الكلام ده زي ما قلت لك من شوية أنا مثلا أنا بعت السنة دي بمئة مليون سنة اللي بعدها بعت بمئة مليون طبعا لو مئة مليون تانية دي أصلا فيها جزء بيه بالآجل فمش يعني بيديها حاجة كويسة الحاجة وحشة طب بالآجل ده هيجي ولا مش هيجي طب أصلا ده متوفق مع سياستة الشركة اللي بيع بالآجل ده مش متوفق بيدينا عن الطايمينج الحاجة ده تيجي إمتى أصلا الفلوس اللي بالآجل دي هتيجي إمتى أو الفلوس اللي علي أصلا هتفعها إمتى تمام يعني بتديني أنا مثلا بيعت زي ما قلت حتاك مثلا المبعاة تضعف تفجأة طيب هل ده بسبب أصلا أن أنا يعني إيه اللي حصل هل مثلا بسبب أن فيه طلبية حاجة يعني مش متكررة فما أضعش أحطها في حساباتي أنا بعمل تحديد ولا أهل هل مثلا شيء منافس بتاعي حصل له حاجة فبالطويرت أن أنا يعني استحوزت على جزء من السوق لغرض أو لأسباب مش متكررة عندي ولا أسباب أنا حسنت حاجات معي أنا عندي فبالطويرت يبين في الفوت نوت تعلي تمام فيه أبوضو حبة معلومات عن الاكوزيشن أو لو أنا عملت استحوزات على الاستحوزات أو شلت أو أو مثلا طفيت عندي خط إنتاج أو كل الكرام ده موجود لو فيه لو فيه قضايا مثلا عن الشركة تمام لو فيه يعني إذا فيه مثلا صندوق صندوق معاشات للعاملين عندي تمام الأقسام الجغرفية للشركة الشغالة فيها أو الشركة شغالة في منتج واحد ومنتج اتنين ومنتج تلاتة كل منتج بقاء كل الكرام دوت مع القائم المالية أقضى وأن أنا أحلل منه الشركة بتاعتي فدي الفوت نوت طيب الحاجة التالتة مدي عندي بعد ما بنعمل القائم المالية الشركة بتعمل القائم المالية وبتعمل لها الفوت نوتس بتاعتها فيه حاجة اسمها تقريم مجلس الإدارة تمام تقريم مجلس الإدارة بيقولك حصل إيه في الماضي ومتوقع يحصل إيه في المستقبل بدي تقريم للدات اللي موجودة في تمام طيب يعني مثلا بيقول لي إيه اللي موجودة في السوق إيه اللي حصل أو أنا متوقع إيه اللي هيحصل لفترة اللي جاء في الشركة طيب تأسيو الإنفليشن إيه أنا حصلت مثلا التغيو في فالتغيو ده كم سبب من أسباب إن أنا بعت ما بعتت ضعفة فده كل هيكون موجود في لو أنا علي التنمات مش موجودة أصلا في القائم المالية أنا مثلا عامل عقد مع مع موارد أو مع عميل عندي إن أنا هبيعله إن أنا هبيعله منتجات معينة السنة الجاية ده مش هذا عندي أو إن أنا عامل عقد مع وردنا وهيبوض لي حاجات السنة الجاية عامل عقد مثلا مع الشركة إن أنا هبني مصنع السنة الجاية كل ده مش يكون موجود في القائم المالية تاعتي هيكون موجود في تمام أوكي أو زي ما قلنا من شوية مثلا أنا متوقع أنا الشركة بتخطط إن هي تكبر المصنع بتاعها فبالتالي السنة الجاية هيبقى فيه مصاريف عالية جدا جدا مثلا البعادية وهجات الكودة هيباند في أوكي واضح يا شباب ساعم عملت القائم المالية وعملت وعملت عندي بقى حاجة مهمة جدا 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 يعني دلو تقييم واقب الحسابات مين هم هيبالحسابات ده ده أوكي ده آآ شخص مستقل أو جهة مستقل يعني بيجي يرائب على الشركة عشان يتأكد إن مفيش تلاعب إن هي فير إن القائمة اللي هي موجودة يتعملت بشكل فيرنس وابلت يعني صح وقدر اعتمد عليها تمام يجب أن تأكد من حاجتين دول إن مفيش إن هو فيرنس إن القائمة اللي هي معاملة بشكل فير ويبقل اللي أضع اعتمد عليها في التحليل بتاعي أضع لأع plants اللي هي إنها تطلع لي فعلا المعلومات عن الشركة بيمسك القائمة المالية مف booster ومين الجهة المسؤولة أو مين المسؤولة إن هو يعد قائمة المالية هو مجسدات الشركة. تمام؟ بيعد القرآن المالية وبيمضي عليها. بيجي مواب الحسابات. تمام؟ بعد ما يعمل بيعمل فوت نوتس. بعد ما يعمل ايم ديان دي. بيجي مواب الحسابات. ياخد القرآن المالية ديت. ويمسك بقى بند بند فيها. ويقول لي انت بعت مبيعات عندك مئة مليون. هاتلي بقى الفواتير اللي انت بعت بيها. طب الكوست وجودسولز تكلفت من مبيعاتك. طب هاتلي بقى الفواتير انت اشتريت بيها. يبدأ ياخد عينات كافية من نوجة نظره. تمام؟ عشان يعطي 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 يعمل تقريره عن تقرير مواب الحسابات عن عن القرآن المالية دي. طيب التقرير ده بيبقى حاجة من وبعض. حاجة اسمها وده افضل حاجة في الدنيا. افضل حاجة اه. ده اسمه غير مشروط. اوكي. يعني الواقي بتاعي غير مشروط. يعني واقي غير مشروط. يعني القرآن المالية دي فعلا معمولة بشكل فيرلي. ان القرآن فعلا بشكل فير وشكل. اوكي. وان ده او ده يعني ده واقي نظيف. فلما يكون القرآن المالية دي يطلع عليها تقريمة وحسابات فده افضل حاجة اه بالنسبة للقرآن المالية. تانية حاجة. حاجة اسمها القرآن ده. يعني يقول لك ايه? والله القرآن المالية هي رفير لي ما عادة يعني في جزء في في حتة معينة او في لحتة معينة. والله ما قدرتش ان انا اتحقق من آآ نسبة مسلا معينة من اللي يابلتي اللي عندك او يعني بس بشكل عام انا شايف ان الشركة كويسة يعني بس مش هتديك انكلفايل. هتديك واقي مشروط. ده اسمه واقي مشروط. طيب. ده واقي عكسي. يعني ايه? يقول لك ان اللي سيتم بتاعتك دي ما تولي. دي بعيدة كل البعض يا باشا عن بتاعة القوائم بتاعة المحاسبة. ونطب وزنة الفيولي. انا ولا انا شفت ما جد تحققت من الويفني ما اتحققتش منه لأنك انت كده بتلعب في القرآن المالية وعودها بشكل مش صحيح. فانا اسمها ديسكليما. ديسكليما ده يعني اشكوا ان انا ما عفتش اعمل عليها قدت لان انت ما جبت ليش اي 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 فوتيبة او اي او اي حاجة طلبتها منك. تمام? انا مش اقديو ان انا تديك واقي عن القوائم المالية بتاعي. اوكي? تمام? دول اللغبة حاجات اللي اي قدت بيطلعه. طيب. الانتوني الكنترول يعني الوقابة الداخلية. الوقابة الداخلية. طيب. دي البوستس ان الشركة بتبدأ بتانشور. تمام? ان هي عاملة القوائم المالية بشكل اه بشكل فيولي او بشكل اكيوت شكل صحيح يعني. طبعا اي شركة بيقى فيها اه رقابة داخلية مسؤول انه هو يعني دي مسؤولية مسؤولية يعني دي احدى مسؤولية الخاصة بالمانجمنت او مجلس لقوائم الشركة. بيعملوا لجنة لجنة الوقابة الداخلية جوة كل الشركة. عشان يتأكد اصلا ان الشركة ماشي بشكل سليم ان الشركة التابعة المعيون المحاسبية صحيحة وهي بتعمل القوائم المالية بتاعتها الى اخير. تمام? طيب. تحت الجاب. تحت الجاب بس. تمام? ان هي رقابته بيقول واقيه على الانتوني الكنترول على الشركة. والله بيقول انا يعني او انا بحصر القوائم المالية بعدين شفت ان الشركة فعلا فيها وقابة داخلية بشكل صحيحة وبشكل كويس جدا جدا جدا. ده اللي انا شغال بالايه? بالجان. اوكي? طيب. اخر حاجة موجودة في المديول هنا او في الو اس دوت. ان انا دلوقتي انا خلص انا عرفت ان شفت القوائم المالية بتاعتي وعرفت عمل لها ان شفت القوائم المالية وشفت الفوت نوتس والاين ميديا ان دي ايه? وعملت عليها اوديت. طيب ايه الاظهر اللي انا قدر اشوفها تاني? عشان اقدر ان انا حلل القوائم المالية دياتي. اول حاجة الانترم ريبورت. ايه الانترم ريبورت دي? الشركة كي كي لازم تعمل بحكم القانون قوائم المالية في نهاية السنة. اوكي? طيب. والشركات الليستد لازم تعمل قوائم دي. وسيمي انوار ريبورت بشكل وابع سنوي بشكل سنوي. بشكل نصف سنوي. يعني كل ثلاث شهورة وكل ستة شهور. تمام? بس دي مش اوديت يعني مش المواب مش بيجي راجع عليها. يعني وبمواب بس يعني ملزم ان هو ايه او الشركات مولزمة ان هي تجيب يبقى على القوائم المالية السنوية بتاعتها. طيب. اللي قلناها من شوية بتاع المساهمين اللي مواجدين في الجامعية العمومية. الاول حاجات اللي انه يعني اللي المساهمين بإضافة ويعملوا فوتينج عليه لما يعملوا جامعية العمومية. فجدول الجامعية العمومية بتاعي بقضوا من الحاجات المهمة جدا جدا اللي انا ممكن ابص عليها وانا بعمل تحليل. ابدأ بشوف بقى الشركة دي هتوزع اوباح قد ايه من نسبة الاباح اللي موجودة فيها ولا هتعمل الااباح دي يعيد UAE تعيد تانية تشغيلها في في ال essa شركة. هدي مثلا Davis مثلا الاسهم يعني كل الكلام دوت او الشركة مسلاها تتوسع وانايه ت mutta تألل حاج مع عملها كل الكامل ده هيبان أو لو فيه voting للمساهمين يعني أوكي الحاجة الثالثة أو أو أوبسايت تاعة الشركة أبدا أرص عليه بأود ما أشوف لو أوبسايت عليه أي معلومات آخر حاجة أو لو بتكون أو أو المنفسين بطرور الشركة كل الحاجة دي مع زي ما قلنا في الأول خالص أن أنا أحب حاجات مع بتاعة الشركة عشان أقدر أعمل إيه عبدأ أعمل تحليل الكوائم المالية دي الحاجات اللي أنا بقدر بعمل لها عشان أقدر أحلي الكوائم المالية تمام دي ركت ده بحاجة لقبل الأخيرة في دوت طيب عايز نعمل مقاومة سريعة جدا بين الجاب وال و برده إن شاء الله وإن شاء الله وإن شغالين مع كل ويدنج سنناخدها بعد كده هتكون هناخدها بالتفصيل إن شاء الله يعني ال بيقول إيه والجاب بيقول إيه أقول حاجة إن الجاب هو أقول نه الفاسب وهنا دوفول باي إيه هنا بيركز عولز وهنا بيركز على ووضع الكلام ده بالتفصيل طيب في الجاب بيشتغل بال فايفو أو اللايفو ويت افرج فايفو يعني الفيرستين فيرستاوت لايفو لاستين فيرستاوت يعني يعني مثلا أنا ببدأ أجيب بضاعة كل كل كيو مثلا بجيب بضاعة جبت هنا مثلا خمسين جبت تلاتين جبت وبيعين وجبت خمسين طيب يعني جبت دي مية وسبعين يعني مفقود أنا عندي كده البضاعة اللي عندي في الشركة اللي هشتغلها مية وسبعين أنا باعت بمية وخمسين باعت مية وخمسين كطعة فأنا ببيعت إيه لو أنا شغال بال فيرستين يبقى ببيعت الخمسين والثلاثين والأربعين وبعت جزء من هنا تمام لو أنا شغال بال يبقى أنا ببيعت الخمسين الأول خمسين أربعين وتلاتين وجزء من الخمسين يعني بعمل بينهم كلهم طيب هنا اللايف بس شغال بال بس طيب البحث يعني البحث والتطوير البحث والتطوير هنا بيعمل ممكن عمل بشروط معينة وناخد الريدينج الجاي إن شاء الله تمام هنا بتبقى الكاشف كاشف لو فوم وبريشن وهنا كاشف لو فوم أو كاشف لو فوم فاينانسي تمام دي بعض الفوقات بين والجاي ومع طبعا مع كل الريدينج إن شاء الله هناخد كل يعني مثلا في الكاشف لو هناخد الفايا بينهم بالضبط هنا في الريدينج هناخدها بوضو إن شاء الله ده في هناخدها التفصيل بوضو بإذن الله تمام طيب اخي حاجة معنا إن شاء الله في الريدينج الأولاني إيه هي اللي ممكن أستعملها بوضو وأنا بعمل تحليل الكواني المالية تمام الريدينج أوكي الريدينج 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 تحت الشركة الريدينج أوكي طيب ايه تاني يعني حاجة زي ايه مثلا التقوير الموجودة على الاندست في نفسها الصناعة نفسها في تقوير بيعملوها مثلا الجهات معينة بتعمل تقوير وابع صنوية عن الصناعة وكل دولة تمام الإحصائيات بتاعة الحكومة الميديا سوشيال كل الكلام ده ممكن أستعمله لو في أي حاجة ما تري أضع عليها عشان أطلع الانالسيس بتاعتي تمام طيب ايه تاني في تقوير قديمة عاملت الانالسيس مثلا يعني أو الاتا بلادفورم بلادفورم معينة في جهة معينة بتعمل بلادفورم كده بلادفورم إن أنا ممكن أخش عليها لو أطلع معلمات عن الاندست دي كلها مثلا يعني تمام أو وفي حاجة اسمها البرمي سيوش او أنا خبرتي أصلا خبرتي في المجال دو تقدر من خلاله ومن خلال خبرتي أستعين يعني بخبرتي أو حد خبير نوعي ساعدني في التحديل بتاعي يعني أو كده إحنا خلصنا أول هو مين يعني نظري وكنا خدناها قبل كده وضف في أول محاضرة شروحناها مع بعض بقيت نبدأ نحل مع بعض بإذن الله الأسرة بتاعة الكوريكريم اللي موجودة في آخر الكوريكريم بتاعة أول في إن شاء الله هقول السؤال وهديكم مهلة كده يعني دي أو يبعتوني على الشات الإجاب عندنا ستاشر سؤال أول سؤال which use are an input in which step in the French certain analysis framework which use Z موجودة ك-input أوكي في any step في analysis framework ك-input مش أو-put زي ما قلنا إن الفريم ويوك دي بتعدى على عدة مواحل أوكي في مواحلة فيهم ويوشيز دي بتبقى إن بطل للمواحلة دي نفسها هي بتبقى بطل مواحلة وإن بطل مواحلة لحق هي بقى المواحلة دي طيب أول هي input في ماشي زي بوسيز زي بوسيز زي بوسيز زي بوسي ليه مش إحنا قلنا إن إحنا عندنا خمس خطوات بنعد عليهم عشان نعمل آآ دحليل القائم المالية أول حاجة إن أنا بحدد إيه الهدف شين بس دي أول حاجة بقط الهدف بتاعي ثاني حاجة بعمل للداتا الثالث إيه شباب بوسيز بعمل بوسيز للداتا وبحاجة بعمل للداتا خمس حاجة خمس حاجة الريبورت وستة دي اللي بعمل فيها ايه الضيط طي أنا ويشيز بطلعها فين أنا بطلعها وانا بعمل بعد ما بعمل اللي بطلعها بعملها بوسيز تمام يبلقوا بوت بتاع البوسيز إيه من ضمنها بعمل ليه في بستعدمها كإنبوت في الاناليز لداتا أوكي فعلا لما يجي يسألني يقول لي هي البوسيز لا هي هي مش إنبوت للبوسيز هي أول بوت للبوسيز طيب في لأ كلات دي محالة قبلها أصلا كلات دي بكلات دات نفسها يبقى أي أناليز عن أنت انتوبت زي زي بوسيز دات أوكي واضحة طيب اتنين واضحة شباب أول واحدة أوكي واتشي فيز انتفانيش لسيتنا analysis في موك is most likely أهم ناخد بالنا وإحنا منحل save يقولك حاجتين is most likely حاجة اسمها list likely تحس أن الجوات تنفع فيقولك most likely أي أكتر حاجة تنفع في الموجود أو list likely أي أقل حاجة فناخد بالنا من most وlist تمام طيب which if is في الفيلم is most likely to involve producing updates report and recommendation update بعمل update 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 يعني ايه يعني الخاص عملت تاعت بعمل لها update دي في ايه في الفلواب لو ما كانش قال لي update كلمة update دي كنت خدت مع طول نما هو قال لي update يعني انا بعمل update يعني عندي حاجة قديمة بعمل لها update بعمل ايه جديد حصل قرية تغير فدي في فين بعمل في ايه في الفيز في الفيز لات update اللي هي full up أوكي أوكي طبعا ما بقى ده اللي أنا بلوقه عليه أنه فعلا لازم أحل كتير لأن لأول واحدة جاء نظرة السؤال نفسها بتخليك تاخد إجابة مختلفة لكن لما أتموز في الإجابة هبقى الموضوع بشكل أسرع وشكل أذكر بإذن الله طيب which is the following best describes زاول of financial statement analysis أكتر حاجة best describes best describes يعني ممكن يكون قصلا ممكن يبقى كلهم ينفع بس إيه best describes زاول بتاعة الاناليسز مش يلا يا شباب يبعتولي كده على الشات في المسجد أو حالة على الشات عادي أو خشوا في المايك عادي نعطو أوكي صح مستمعيز تمام تمام صح هذا طيب إيبقى هي أكتر حاجة بت describe الول بتاعة الfinancial analysis إن هي بتحط expectations about future performance and financial position future performance أنا بعمل analysis ليه عشان نشوف future performance بتاع الشركة تمام يعني بعمل analysis للبست عشان نشوف future okay primary rule of financial analysis provide information useful for making investment decision evaluating a company for the purpose of making economic decision using financial reports prepared by analysts to make economic decisions يعني اش primary rule يعني الول الأساسي الأولي أول أول هدف أول هدف تمام الأساسي يعني الول الأساسي بتاع financial بتاع financial analysis أول أول إيه أهم حاجة بتعملها analysis هي بتديني بتبروفايد information for making the investment decision ولا evaluating بتقيم الشركة عشان الهدف إن أنا أعمل economic decision أو إن أنا use financial reporting to make economic decision توقع الأشمل بيه ولا طح طح بيه الأشمل رفع عليك طبع اللي provide information دوت مين financial reporting ده اللي بديني information لما analysis بحلل أو بعمل evaluation أو evaluating لل company عشان أستعملها فين إن أخد decisions تمام أوكي ما حدش بس يبقى مدايق إن الإجابة مش صحيحة ده طبيعي جدا في الأول والله مع كونة الحل يا جماعة الموضوع هيزبط تماما تماما يعني تماما لإنك زي ما قلت لكم الموضوع التي تريكي في الـ CFN الإجابات كلها تحس إنها تتاني فأصلا كلها شغالة بس أقول لك most likely less likely best described وها كذا أوكي طيق هنا بيقول لك international financial reporting standard لغة I F R S our country developed by which entity اسمها إيه 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 اللي عمد الـ IFRS تمام تمام صحيح مستوى طوفي هي الـ IASP طب في حاجة يعني لحما ما اخذنا الـ IFRS فراندريشن ناخذنا الـ IASP هي اللي عام الـ IFRS والـ FASP عملة الجاب طب الـ IASCO دي اللي حطت وعشان عايز تعمل uniform توحد كل المعي وكلام ده كل أوكي أنا واضح إن أنا حالت في اللي بعدي طبعين الجاب أكون developed by which entity sick ولا الفاسب ولا دي مخد نهاش بعض لأ السيج أصلا دي حاجة حاجة حكومية بترجلت صح بي حاجة حكومية بترجلت هي بتنفوس الشركات اللي تشتغل بالمعايير بس مين بيحط المعايير لعالمية بتاعة الجاب اللي حطها مين الفاسب بتاعة أميك أوكي وقم سبعة A core objective of the international organization of securities and the commission تألمينت systematic risk أو protect users of financial assessment ولا ensure market are fair efficient and transparent إيه ال core objective بتاعها طيب الهدف الأساسي بتاعها هو إيه تمام أوكي حتى نعيبعد الإجابة تمام هي الإجابة صح هي C أوكي لازم زي ما قلنا زي ما قلنا إن هي عايزة واضح وكف والكورة بتاعها هي مش to eliminate لا ما فيش حال أصلا لسي ما تكريست عموة بحصل elimination هو to reduce تقلل أوكي وإن هي protect مش كل users هي protect investors بس يعني ناخدناها ثلاث حاجات أول حاجة تreduce systematic risk تقلل systematic risk to protect تحمي investors المستثمين مش كل users الموظفين بتاع الشركة عايزين نشوف القائم الملاي بتاعة الشركة مثلا أو هي بتحمي هي بتركز على أن هي حماية وتنشو الموظفين أوكي فالإجابة الصح هي C تمام واضح شباب ناخد بأن من طبيعة الأسئلة تاعة CFA وإذا نوتز ذات الكومباني اللي بتوفق الفينانش السيتمينت أو ليه النوتز مهمة ليه النوتز تاعة الموجودة مع الفون النوتز يعني مهمة نهي تدي flexibility ولا تتوحد المعيور أو العوض القاملية خلال الشركات ولا تتوحد information necessary to understand the financial statement تمام صح C number 9 9 accounting policies والmethods والاستمات used in preparing financial statement are most likely to be found in a most likely to be found in a order to report تقويمها بحسارات ولا management commentary تعليق مجلس الإضاء ولا notes to financial statement ودي خدناها صحيحة طيب نرجع تانين بصت عليها فوق مع بعض تقريمها بحسابات ده ده راجل مستقل عشان يدي يقول لي ان القائمة التي تها تهي فيه تمام وبيديك حاجة وبيديك حسابات وبيعلق على القائم المالية بالفوت بيعلق عليها كل علا معضا حيث الكلام طيب الام دي ايه لو المالية تمام بيقولك بتقول لي هي بتديني information اكتر ماشي على السماويز information اللي موجودة في القائم المالية تمام وبتقول لي بت بت include information على accounting methods وال assumptions ايه الاسمتشن انا خدتها وانا شغال ولما كنت عملت بقى ازاي واشتغلت بالlife ولا اشتغلت بالfifo وليه عملت كده وكل الكلام ده وتعني اوكي وبتقول لي بتدي لي assessment تمام هلو الكلام ماشي نهاية تانية السؤال بتاعنا كان سؤال ناين فايه بقى الحاجة اللي بتفيها اللي بتقول البولوسيز بتاعتي والمثل وال estimates هل هو الوطس بالتأكيد لا الوطس ده ده التعليق على القوام الملايين تب management commentary لا ما بيقوليش estimates والمثل اللي انا اشتغلت بيها في القوام الملايين اللي بقول لي هي الفوت نوطس اوكي واضحة شوية واحدة واحدة مع قوت والحل يدينا هتمشي بشكل أسوع ويعني هنبدأ ناخد الأسئلة بشكل أسوع بإذن الله فمحدش يقلق أو 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 يدقي يعني تمام تمام بتاع الإضاءة والمديرين يعني المكافأة بتاعت مجلس الإضاءة مثلا المكافأة بتبقى تزهر فين بتاعت مجلس الإضاءة دي مش موجودة صحيحة في المنجة بس يعني كما من الحاجات للمعلومات اللي انت بقى عندنا طبعا هل هي موجودة في يعني توقيع بالحسابات هو بيحط بيحط بيقولك ان كانت على الوطة وكام ولا في اللي هو بيوجود في اجتماع مجلس الإضاءة اللي هو اللي بيكون مع اللي بيكون مع المساهم الشركة اللي بيعمل في الجامعية العمومية ولا في الإجابة الصحة هي الوطة ما بيقول المدوين خدوا كام ولا عملوا ايه عشان دي ما بتبقاش موجودة لكن زي ما قلنا ان لازم في نهاية كل سنة الجامعية العمومية تاعت الشركة تجتمع عشان تناقش الميزانية ومن ضمن المنوض اللي بيناقشوها بعد بيناقشو الميزانية بيناقشو تقوير مجلس إضاءة وبيناقشو التعويض اللي بياخدوا او مكافئات مجلس الإضاءة فتكون هي البروكسي statement اوكي طيب الـ بيبقى فيها يعني الشركة كذبت كام ده بيفصاح للوضع بتاع الشركة بتاع الكلام ده كله مش بيكون فيها خالص حلي حلي العلاقة بالـ مجلس الإضاءة طيب 11 information about companies objective هدف الشركة والـ strategic والـ significant risk او most likely to be found ايه ايوه ايوه طب هرجع تاني للسؤال عشرة ايوه طبعا قوامة الدخل بيقى فيها كل المصائف بس مش بقدر فصل لمجلس الإدارة فيه كام بالظبط خد كام مجلس الإدارة تمام دي بيكون من ضمن المصائف كل عندما عشان فكة مجلس الإدارة بالذات لازم يوفق عليها الجمعية العمومية للشركة الجمعية ايه الحاجة او ايه الريبوت اللي بيكون فيه تمام ايه الريبوت اللي بيكون فيه الobjective والخطة والترند بتاعي بتاع الشركة والانفليشن والحاجات دي كلها والحاجات الكبير اللي بيواجه الشركة او لو الشركة انا بتخش فيها او 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 تمام شيء او 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 تمام اتناشا what types of audit opinion is preferred ايه ال preferred for audit opinion ادفرس ولا unqualified ولا unqualified او او صح مستمع او او هي c تمام اتفقنا خلاص او c صح unqualified يعني واقع غير مشهوط ده واقع مشهوط يعني تمام يا باشا بس يعني في حتة كده واقع منك ادفرس ده يقولك لا والدوسكليمو ده انا اصلا ما عيفش تشوف اساسا ما عيفش تطلع على الحاجات اللي عاش طلع عليها فمش افتلع واقع ده اوابع يعني اسمه ايه disclaimer طيب 13 يعني بقولك ايه القائم ملايه معمولة بالتوافق مع المعيير ما عادة بس الانفنتوري بوتين ما عيفش تحقق منه او في مشاكل في الانفنتوري بوتين this exception is most likely to result an audit in audit opinion تمام مين تنهيبات لليبات تمام بالظلط بابعلك qualified بابعط واشرم an independent audit to report is most likely to provide absolute assurance about the accounts of the financial statement reasonable assurance that the financial statements are fairly presented qualified in opinion with respect to the transparency of the financial statement اوكي فعلا بي اللي جابة صحيحة هو ميقول لي ايه ان معنى يعني بشكل كبير ان the statement that are free of material material free of error هي fairly presented uncaughted unqualified unqualified مين تاني يبعث لي يا شباب لايجبات? اوكي. الانتين من دين ما قلنا ان هي ممكن تبقى كل او كل سيم يعني يعني ممكن تكون تعمل اربع مرات او مراتين اوكي. اوكي بي صحيح. اللي ما بحسات مش بيبص عليها. مش انكالفايد. انكالفايد دي يعني ايه? انكالفايد وبيني النواية غير مشروط. معاش راقة خاصة باللي احنا نتكلم فيه. فالاجابة الصح هي بي. اخر سؤال معنا. ايه الحاجات? ايه السوس الف انفرميشن اللي الاناليست بيلاقيها خارج خارج الانو اللي بيضط على الشركة. نوت اسي. برافو عليك. نوت اسي. حلو. انا عجبني بقى اسلوب التسكيرات ان انت بتتبعد يعني من دبن حالات البوضو. استبعد الاجابات اللي انت خلاص قلت اكيد مش هي. عشان تسهلك شوال الاختيار. يبقى صح نوت اسي. يبقى هي فعلا. ونوت برضو ايه? صح. برضو عليك. فبالتالي هي بي. تمام. اوكي. تمام. في طريقة الاستبعات دي برضو ايه يعني مش هيوية جدا جدا يعني في الحل بتاع السيفية. خلاص انا عندي تجيبات. كلهم ينفع بس ابدأ استبع منهم الابعد. فبالتالي ايخد يبقى الاختيار بالنسبة لي اسهل شوية. فهو هنا بيقول لي انا عندي نوعين حاجات انترنل. وحاجات اكسترنل. اكسترنل زي ايه? مسلا زي التقاريط تاعت الاقتصاد. او البتاعة الاندستري. تمام? او بتاعة المنفسين. البيوز. تمام? اللي هو اضاء اقارينهم. دي حاجات الاكسترنل. الانترنل زي ايه? الام دي ايه? زي وكل الكلام ده. تمام. احنا كده خلصنا اول الحمد لله.